تصيد مستمر من قبل قوات النظام يطال مناطق متفرقة في أرياف إدلب واللاذقية حيث قصفت قوات النظام يوم أمس مواقع متفرقة في ريف إدلب الجنوبي منها قرية الفطيرة وفليفل وبنين وأيضا محيط قرية شنان كما طال القصف أيضا بلدة البارة التي ثبت الجيش التركي نقطة عسكرية استراتيجية على أطرافها فيما طال قصف آخر أيضا مناطق متفرقة هنا في جبلي الأكراد والتركمان وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة طبعا فصائل المعارضة ترد على هذه الخروقات بقذائف مدفعية وصاروخية تستهدف نقاط متقدمة وحساسة لقوات النظام من دشم وعاليات وأيضا تجمعات للعناصر فقد تمكنت يوم أمس فصائل المعارضة هنا من قتل وجرح أكثر من خمسة عناصر في تلة البركان الملاصقة تماما لتلال الكبينة الاستراتيجية في ريف اللاذقية الشمالي بعد رصدهم ورصد تجمعاتهم واستهدافهم بقذائف الهاون في حين تواصل فصائل المعارضة ردها على الخروقات في ريف إدلب الجنوبي بخصف مواقع النظام في محاور كفرنبل وحزارين وفي ريف حلب الغربي أيضا تمكنت فصائل المعارضة هناك من تدمير قاعدة عسكرية على محور بسرطون في ريف حلب الغربي بعد استهدافها بصاروخ ميمدال طبعا رقعة التصعيد تتصاعد وتتوسع بشكل يومي من قبل قوات النظام يقابلها رد من قبل فصائل المعارضة وأيضا مزيد ميناء الأرتال تدفع بها تركيا لتعزيز نقاطها المتواجدة في أرياف إدلب منير حاجي تلفزيون سوريا ريف اللاذقية